مرحبا بكم بما أن رمضان على الأبواب كان اختار من فرصة باش نقول لكم بركعة واشركم كاملين والله هيدخلوا عليكم بصحة والسلامة وكل خير إن شاء الله وكان اختار عليكم ميديا أو صدفة وهي بقلاوة تركية معروفة تتحضر بالجيناد الفيلو وبحشوات مختلفة تبعوا الفيديو باش تشوفوا المقادير والطريقة مع طريقة تحضير عجيناد الفيلو من الصفر بكل سهولة وبدون تعقيدات إن شاء الله المقادير اللي غنحتجوه في العجينا عدنا 300 جرام ديال الفوز أو الدقيق الأبيض ما يعادي الجوج ديال الكووس أربعة المعلقة ديال زبدة مدوبة بحرارة المطبخ 130 مليليتر ديال المدافي معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الحالويات أو ما يعادي 7 جرام قبيصة ديال الملحة ومعلقة كبيرة ديال الخل البيض على بركة الله نبدأ بتحضير الورقة ديال الفيلو سنحضرها يدويا بوحد طريقة جد بسيطة ما نحتاجوه فيها لألات والوالو سنحتاجو 300 جرام ديال الدقيق هذه الكمية ستعطينا إن شاء الله 16 ورقة بالقطر ديال 40 سنتيم تقريبا سنحضر الدقيق في واحد الإيناء ثم نزيد عليه 7 جرام ديال الخميرة الحلوة اللي كتعادل تقريبا معلقة كبيرة مع مراش ثم نضيف عليها واحد القبيصة ديال الملحة لهاد المكونات غادي نضيف 60 جرام ديال زبدام دوبة اللي كتعادل تقريبا 4 ديال معاق كبار واللي ممكن نعوضوها بزيت نباتي را تيعطيوه نفس النتيجة كنضيف كذلك ملقة كبيرة ديال الخل خل بيد العادي اللي كنستعملوه في الماكلة السافي وهنا غادي نخلط المكونات مع بعدياتهم في حالي كان بسوط دقيق مع ديك زبدام زيان عاد باش كان بدا ان نزيد الكيميه ديال الما هنا غادي نستعمل 130 مليلي لتر ديال المده فيه غادي نضيفها تدريجيا ونبقى نعجن في نفس الوقت يعني العبار ديال الما كي بقى نسبيع لحسب النوعية ديال الدقيق المهم في الاخر جينا العجينة مجموعة وقاسحها شوية من بعد ما كد جميع العجينة كناخدها ونحطها هكا فوق واحد الخشبة كندلكها مزيان مده ديال الجوجة ثلاثة دقائق من بعد كنديرها في واحد البلاستيكة ونخليها ترتاح ربع ساعة هي من اللي غادي ترتاح غادي تولي رطبة وغادي تعطينا تطع في الخدمة هنا من بعد ما زولت العجينة من البلاستيك كيف كان تشوفوا القوام ديالها ولا منساجم وغادي تعطينا الطوع باش نخدموها غادي ناخدها غا نقسمها على ثمانية ديال الاجزاء وكل جوز غادي نقسموه على جوج باش كان حصل في الاخر على 16 قطعة كان اخد كل قطعة وكان جمعها بهذه الشكل ثم كان نكورهم على شكل قريصات صغار وهنا هي غادي نحتاجوا للنشاة باش غادي نورقوه او نطلقو ذوك القريصات وحده بوحده وف نفس الوقت كانوا رشوهم بنشاة نغلبوهم زيان بانشاة لان من بعد غادي ندير ذوك القريصات وحده فوق وحده ومشاء اللي بيناتهم هو اللي ما غاديش يخليهم يصقوه في بعضياتهم يعني قدم مادرنان انشاء قدم مكان مزيان كنطلق هذوك القريصات وحده بوحده كنكمل ثمانية ديال الدوائر ديال العجينة كنديرهم هالكا فوق بعضياتهم وكان اخد المدلك كننطلقهم شوية بشوية في الأول في الأول غادي يجيكم شي شوية صعيب ولكن شوية بشوية غادي تتلقوه وغادي يتمددو لكم بكل سهوله سوف نستمر هكا كي يولي القطر ديال العجينة 40 سنتيم تقريبا هنا غادي نوقف كيف كتشوفوا الوريقات كي يولي السنك ديالهم مرقيق بثاف فهذا المرحلة غادي نحتفظه بالعجينة كنديرها هكا في واحد الورقة ديال الزبدة وكلوية مع الورقة بواحد شكل طولي يعني كبقى غدا كلوية فيها مع ذيك الورقة ديال الزبدة تجمع من بعد كان نغلفها بسلوفان او البلاستيك الغذائي ونحتفظ بها في التلاجة من الأحسن نخليوها تبات زليلة كاملة باش كترتاح مزيان وتشد راسها وهاكا تجينا سهل حتى في الخدمة من بعد بالنسبة للحشوبة كيف كتشوفوا انا هنا وجدت 300 جرام ديال القرقع مهرمش خلطته مع عجوج مع عرق كبار ديال مظهر وعندي 150 جرام ديال بيستاش هتا هو هرمشته ودرتو مع معلقة ديال مظهر وزلفة الثالثة عندي فيها 200 جرام ديال القشدة الطارية هنا غادي تبدال المرحلة ديال تشكيل غناخد واحد الورقات ديالجينة يعني يا راني استعملت ورقة كنت نصيبها من قبل درتوهم شي شوية كبار وقطعتهم هكا باللموس باش كي يجيو على شكل مستاطيل نخلي شوية ديال العجينة في الطرف وكنبقى نتني العجينة بهات الشكل امقا غدا مستمره كنتنيها بحالة كنصيب شي مرواحة حتى كنوصل للطرف الثاني ديال العجينة صافي وكناخد هنا كمية ديال الحشوة القياس ديال معلقة كبيرة كنديرها هكا على شكل كورة ثم كنحطها فوق العجينة فوق ديال الطويات اللي كنت دايرها ثم كناخد الطرف اللي خليت ديال العجينة مطويتوش كنغطي بيال الحشوة بهات الشكل وكنزيد الطرف الاخر تواع من جهة الاخرى من بعد كناخد واحد الموس وكنقطع العجينة في البلسة اللي خاوية اللي ما فيهاش الحشوة من بعد كناخد كل قطعة كنشدها من طرفين ديالها وكنحاولو نضغط عليهم ثم كنقلب هالجهة الاخرى وكنضغط عليهم زيان من الاطراف باش كتعطينا داك شكل ديال صدفة او كوكياج كنستمر هكا بنفس الطريقة وطريقة كيف شطورة سهلة غير خاصة نخدموشي شوية بالزربة لان الورقة كتنشف ضغية وكتبقا كتقطع وهدا هو الشكل ديالها النهائي كيف كتشوفو كيجي شكل ديالها زوين وكيجي راقي في المنظر الكيميه اللي كملتها كنعود نستفها في الصينيه او الاطالي غا تدخل الفران كنستفهم هكا واحده ميله على الاخرى باش كيبقاوا محافظين على شكل ديالهم وما كيتحلوش مع الطياب وهنا غادي نعود معاكم مورقة اخرى باش تعرفوا الطريقة مزيان كنخلي هكا شوية ديال عجينة في الطرف ثم كان ذا كانتني العجينة تدريجيا حتى كانووصل لجهة الاخرى ثم كانخلي عاود شوية ديال العجينة ما متنياش في الطرف الاخر وفوق الثنيات مباشرة كانت الحشوة هنا غادي ندير معلقة صغيرة ديال الحشوة البيستاش على طول العجينة وكنخلي واحد المسافة ديال ثلاثة حتى الاربعة سنتيم كيف درت في الأول كزيد عليهم واحد مقدار ديال معلقة كبيرة ديال القشدة الطارية او الكريم فراش الى ما كانتش متوفرة ممكن عاودوها بالفرماج او جبن كريمي هنا كان طويل الاطراف ديال العجينة واحد فوق الاخر باش كانغطي الحشوة كانقرس العجينة من الجهات اللي خويين ثم كانقطعها بالموس القطع متساويين وكنشكلهم في حل الول بنفس الطريق كانضغط على الاطراف ديال العجينة في الول من بعد كانقلب العجينة ونضغط عليها مرة اخرى احنا نحاولو نردو البال شي شوية لان مع الضغط تقدر تخرج لنا الحشوة كيف كانتشوفو التنية اللي درنات ديال العجينة في الول من اللي كانقلبوهم ركي يعطيونا ذاك شكل ديال الصدافة سفيك نكمل تستاف ديال العجينة بنفس الطريقة حتى نكمل كمية اللي عندي وكانعمر اللطة كاملة بهات الشكل يعني ما شاء الله المنظر ديالهم هكا كي يحمق وخمازال ما طهبينش فهذا المرحلة غدي نحتاج ندهن العجينة بالزبدة باش ندخلها الطيب في الفران هنا عندي 150 قرام ديال الزبدة مدوبة او ما يعادي الكأس تقريبا غدي ندهن بها العجينة غنحاولها كنرش او نغلف دوك الحبات كاملين واحدة بوحدة باش كتتتحمر العجينة وفي نفس الوقت ما كتنشفش في الفران سفي هنا غدي ندير الصينية او اللطة في الفران باش طيب البقلاوة غدي نديرها على حرارة متوسطى 170 حتى 180 للمدة ديال النسف ساعات قريبا ونقرد دمعها لبال يعني مرة مرة نطلع لها حتى كتتتحمر وكتخد ذاك اللون دهبي مليكتتتحمر بهذا الشكل سفيك نخرجها من الفران وباشرة وهي بقى سخونة غدي نسقيها بذاك القطر او بالعسل هنا غدي نتحكمه في الكمية حسب الرغبة ايلا بغيناها جي حلوة بزاف وشرب العسل مزيان نديره تقريبا الكمية ديال 200 حتى 300 ميلي ليدر واني ما كيبغيش الحلوة بزاف ينقص شوية من الكمية هاد القياس الليدرز رح كتتجي الحلوة ديالها معقولة حتى الحشواره مفي عاش سكر نهائيا من اللي غدي تدقوها غتلقى المدق دياله هو هاداك نخلي البقلوه واحد عشرات ديال الدقائق حتى الخمستاش دقيقة حتى تشرب العسل مزيان واخر مرحلة غاتين نزينوها طبيعة الحال قول ما نقدموها غا ناخد واحد الكيمية ديال بيستاش متحون ونرشي شوية هكا فوق كل حباب هات الشكل تسين رح كيبقى تهوة حسب الدوق ديال كل واحد ودوش كل نهائي ديال الميديا او الصدفة البقلوه التوركي الرائع كيشفتو في الفيديو فكرة ديالها بسيطة وسهلة ما كتحتش مجهود كبير في تحضير ديالها وممكن وجدوها لرمضان بكل تأكيد باش نبدلو شوية على الشبكية والبريوات اللي احنا متعودين عليهم كل عام وعليش اللي باش نجربو وصفات جديدة وحلويات من دول اخرى نكتشفو الاكل ديالهم والثقافة ديالهم والعشينات اللي فيلو كيشفتو رحضرناها من الصفر بطريقة بسيطة وناجحة 100% اكيد غا تكون حسن من اللي كنشروها من المحلات لانها طبيعية 100% وما فيها احتشي مواد حافظة وكتجي اقتصادية في نفس الوقت وبالنسبة للحشوات اللي استعملت رغمشي ضروري تقيدو بهم كيما هما تقدروا تبدلوهم بالكوكا ومقليم هرمش او العقدة ديال اللوز وتقدروا تستغنو حتى على القشدة الى ما كانتش متوفرة المهم هو الطريقة وانتو ما ديروا اللي كتفضلو والي متوفرة عندكم اتمنى تكون عجباتكم من الوصفة دياليوم وخديتو ولو فكرة بسيطة من الفيديو شكرا بزاف على حسن المتابعة وإلى وصفة جديدة بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة